حاجة مهمة او او ناس كتير او بيهملوها التغذية الصحية ولا ثيامة وجبة الافطار كلنا مرات بنهمل الفطار ما بنفطرش نعم بينما عدم الفطور يؤدي لعدم التركيز يعني لو واحد مش بتناول وجبة الافطار هيلاقي معظم اليوم مش قادر يركز وهيصب ده درب نفسك انك تفطر فطار كويس فطار هلسي فطار صحي مش فطار كده اي كلام ركز على النوعية الاكل انت بتاكله ايه مش على الكمية انت بتاكل قد ايه علينا ركز على الخضروات والفواكف اكلنا لان التغذية الصحية امر ذات اهمية لانه بيتعامل مع الجسد بشكل ايجابي فلو انا فطرت الصبح وطلعت شغلي وفاجأ ان انا عندي تفكير ايجابي اليوم كله مليان حيوية مليان تركيز قادر اتحرك لكن معظم الناس بيهمروا وجبة الفطار وبيكتفوا كوب بيت الناس كافية او كوب بيت القهوة او كوب بيت الشاي شربها وطلع من دون اي اكل والنتيجة بعد شوية بيلا نفسه مش قادر يركز عشان كده محتاجين اوينة تم مبدأ فالتركيز على وجبة الفطار حتى بيقوله لو راح اي حد راح للدكتور امراض قلب هيقوله مهم او الفطار لان الفطار بيعمل على ازدياد صحة القلب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة